فيه تقرير مهم بيتكلم عن الحملة على اللاجئين تصل رأس الدولة لماذا يحمل الرئيس ضيوفنا الفقر المائي تعالوا نشوف كده التقرير ده لأنه بيتكلم على مجموعة من النقاط المهمة الحقيقة اللي تتكلم عنها عبدالفتاح السيسي في قصة أول مرة عرف إن اللاجئين هم السبب إن إحنا عندنا فقر مائي هم ناس وحشة جداً الحقيقة إزاي عملوا كده الموقف المصري اتكلموا عن الحملة الغريبة ضد اللاجئين واللي وصلت لرأس الدولة وقالوا إنه موضوع الرئيسي أشرح كيف تتحمل مصر أكثر من 10 مليار دولار وقالوا إن ضيوف مصر بيكلفونا حوالي 10 مليار محطات تحلية ومعالجة وبيستعرضوا حصة مصر من المياه لـ 55.5 مليار متر مكعب ومحطات تحلية اللي اتعملت 19 محطة تحلية بتكلفة 13 مليار واتكلم كمان إنه نصيب الفرد بيقل من المياه والسبب إنه الحكومات ما فكرتش في زيادة مواردنا المائية عشان تتناسب مع الزيادة السكانية وده بالمناسبة كان نفس كلام وزير الرئي قدام الرئيس تعالوا نسمع السيسي وهو بيتكلم على موضوع اللاجئين وبيحملهم أزمة المياه أو أزمة الفقر المائي في مصر ليه هي بالنسبة لنا تحدي كبير جدا عددنا 105 مليون ولا 106 دلوقتي وفيه أيضا عندنا ضيوف 9 مليون ويمكن عندما الدكتور مصطفى قال أن العبء المالي علينا من هذا الموضوع يصل إلى 10 مليار دولار كتير يتكلمون لك الرقم ده معقول يعني فأنا رأنت لهم طب بس تعالوا قلونا لو إحنا بنادي متوسط المياه تبقى لو أقل معدل عندنا 500 متر في اليوم في 9 مليون يعني في السنة هي بـ 4.5 مليار متر 4.5 مليار متر لو أنا عمل لهم محطات تحلية أو محطات معالجة ده يتكلف أرقام كبير قوي إحنا تحت خط الفقر المائي جهاز المركزي للتعباء والإحصى كان ليه مجموعة من الأرقام المهمة أنا طبعا أنا ناقش مع ضيفي بعد قليل تصريحات السيسي لأنه أعتقد أن الدكتور محمد حافظ هو يعني أجدر من يرد على عبد الفتاح السيسي في هذه النقطة الجهاز المركزي للتعباء والإحصى قال أنه نصيب العالمي للفرد في المياه ألف متر مكعب سنويا أما نصيب المواطن المصري فهو 526 متر مكعب سنويا بالنسبة للمتوسط نصيب الفرد من المياه النقية المنتجة فيقل إلى 106 متر مكعب سنويا ونصيب الفرد من المياه النقية المستهلكة بيصل إلى 83.9 متر مكعب وبالتالي فيه تفاوت كبير جدا في توزيع المياه بين سكان المحافظات سكان القاهرة مثلا بيحصلوا على 3 أضعاف المياه بالنسبة لسكان المينيا تعالوا نشوف مع بعض كده الرسم البياني ده للمحافظات مصرية أقل من المستوى الوطني لنصيب الفرد من المياه زي ما حضرتك شايف فيه الأرقام مجموعة من المحافظات المينيا قنا سوهاج أسيوت والغربية ومحافظات أخرى وفيه جدول تاني لمحافظات مصرية أعلى من المتقصة الوطني لنصيب الفرد في المياه وفقا للجهاز المركزي للتعباء والإحصى في 2023 احنا أمام مشكلة متعلقة بالفقر المائي متعلقة بسد النهضة متعلقة باللي بيحصل في إثيوبيا وبالتالي احنا نحتاج إلى يعني متخصص هو اللي يشرح لنا القصة هل عبدالفتاح السيسي معاه حق في اللي قاله ولا لا هل القصة فعلا لها علاقة باللاجئين ولا ده من ضمن حملة الدعاية السوداء ضد اللاجئين احنا بنعاني من فقر مائي طب أسبابه إيه طب حله إيه طب أثيوبيا وضعها إيه طب الزلازل اللي هناك في أثيوبيا دلوقتي ممكن تؤثر إزاي على ده